مدينة جبل المنكوبة من جراء الزلزال تشهد حالة من تضافر الجهود من قبل كل الجهات الرسمية مع عدات وآليات ثقيلة وكوادر من وزارة الزراعة تشارك في أعمال رفع الأنقاض يطلع عليها المهندس محمد حسان قطنة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي منذ اللحظة الأولى لحدوث الزلزال وجهنا كافة مديريات الزراعة في المحافظات بوضع جميع الآليات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة من الدوزرات والتراكسات وغيرها بتصرف السابق المحافظين للمساهمة بعملية إزارة الأنقاض ومساعدة المتضررين عمليا كل المساعدات التي وردت إلى سوريا كانت لها دور إيجابي في المساهمة بعملية إزارة الأنقاض وإزارة الجزامين ومساعدة الأخوة السكان على تقبل هذا ما جرى في المكان الذي زرناه صباحا كان هناك مجموعة من روسيا قامت بهذا العمل وكان هناك مساهمة كبيرة منها في إزارة الأنقاض في أحد الأبنية والآن بحضور الصليب الأحمر اللبناني أيضا نشكر الأخوة اللبنانيين على الفرق التي أرسلوها للمساهمة بهذه الأعمال من آليات وتجهيزات وسيارات إسعاف فعمليا سنستمر بجولتنا لنطمئن على الجميع الرحمة لكل من قضى في هذه الأزمة وشكرا لكل الدول التي قدمت وساعدت وساهمت وشكرا لكل الجهات الرسمية والفعاليات والمواطنين والشركات والمؤسسات والاتحادات وكل من ساهم في مساعدة أخوانه في محافظات التي تأثرت بهذا الزلزال قمنا بزج إمكانياتنا وفق توجيهات السيد المحافظ وخريط الأزمة على مستوى المحافظة وبدأنا بالعمل بكافة المرات ومستوى العامل العادي الذي كنا نحفر بالرفش والمنكوش والأدوات الأدوية البسيطة ليس ما توصل الفراغ المختصة والإمكانيات والدعم من باقي المحافظات ونحن مستمريين مع كادر خليط الأزمة لغاية اللحظة بكافة النواحي أسوى إزالة الأنقاض وانتشار الجسد والإغاسي وكافة جوانب المتعلقة بالأزمة منذ اللحظات الأولى لكارثة الزلزال والعمل مستمر على مدار الساعة لتجاوز هذه المحنة الصعبة بالرغم من صعوبة الموقف والظروف اشتركوا في القناة